الأمثال العربية ومناسبة قولها كما أخبرتك يا فهد أظن أن متابعي أحب سلسلة الأمثال العربية لكنني لا أعرف بعد أي باب سأتناول في البث القادم ما رأيك أن نتناول موطوع عميل الأشباه للأشباه وتوافقهم؟ ماذا تقصد؟ أقصد أن ثمت أمثال عربية تدخل في باب ميل المرء إلى أشباهه وتوافقه معهم هل تحفظ شيئاً منها؟ دعني أتذكر ذلك المثل الطيور تقع أشكالها آه الطيور على أشكالها تقع الطيور على أشكالها تقع؟ تماماً وهذا مثل يعني أن الإنسان يميل إلى شبيهه وشبيه الشيء ينجذب إليه لذلك نجد الشخص يميل إلى أقرانه الذين يشبهناه في خلقه وكما أخبرتك هذا المثل يستعمل في التعبير عن ميل الأشباه إلى الأشباه سأحفظ هذا المثل جيداً وهناك مثل يقترب منه في الصياغة وهو الطيور على آلافها تقع أي تألف الطيور من الناس من يألفها ويحبها ويرعاها فتسقط على من يقدم لها الغذاء لأنها أمينة شرة وكذلك يحب الناس الشخص الكريم الذي يحسن إليهم ويألفونه كما يألفهم ويدخل هذا المثل في نفس الباب فهو يستعمل للتعبير عن ألفة الناس من يألفهم ويحسن إليهم الطيور على آلافها تقع أوه تذكرت الآن مثلاً يمكن أن يشكل إضافة جميلة لمحتوى البث ما هو؟ وافق شن طبقه ها؟ لم أسمع بهذا المثل من قبل شن هو رجل من ذهات العرب وعقلائهم وطبق فتاة عربية اشتهرت بالذكاء والفطنة لكن ما قصتهما؟ وكيف جرى هذا المثل؟ أراد شن أن يطوف بالبلاد حتى يجد امرأة مثله يتزوجها فبينما هو في مسيره قابل رجلاً في الطريق فسأله شن أين تريد؟ فذكر له الرجل القرية التي يريد شن الذهاب إليها فسارا معاً وفي الطريق سأل شن الرجل أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل يا جاهل أنا راكب وأنت راكب فكيف أحملك وتحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى اقتربا من قرية فانتبها إلى زرع قد استحصد فقال شن أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل يا جاهل ترى زرعاً مستحصداً فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن ثم دخلا القرية فكانت هناك جنازة فقال شن أترى صاحب هذا النعش حي أم ميت؟ فقال له الرجل ما رأيت أجهل منك ترى جنازة وتسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن ثم أراد شن مفارقة الرجل لكن الرجل رفض أن يتركه حتى يصل به إلى منزله فسارا معاً وكان للرجل بنت تسمى طبقة ولما دخل عليها أبوها سألته عن الضيف أي عن شن فأخبرها بمرافقته له وشك الرجل لابنته جهل شن وأخبرها بما قاله سابقاً فقالت يا أبي ما هذا بجاهل؟ فلما قال أتحملني أم أحملك؟ كان يقصد أتحدثني أم أحدثك؟ ولما قال أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقد قصد أباعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ أما قوله في الجنازة فقصده أترك الميت عقباً يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس مع شن وكلمه ساعة ثم قال أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال شن نعم فسره وفسره الرجل فقال شن هذا ليس من كلامك فأخبرني من هو صاحبه قال الرجل ابنة لي فخطبها شن إليه وتزوجاه ثم حملها إلى أهله فلما رأوها قالوا وافق شن طبقه وهكذا جرى هذا مثلاً يستعمل في التعبير عن توافق الصديقين أو ائتناف الزوجين أو تماثر الشيئين قصة طريفة يالل ذكائهما وفصاحتهما أظنني هكذا سأتبع رأيك وأختار باب ميل الأشباه للأشباه وتوافقهم موضوعاً للبث القادم هذا رائع أظنه سيكون بثاً ناجحاً شكراً لك يا فهد على الرحب والساعة لا تنسى أن تشاركني موعد البث حتى أتمكن من متابعتك طبعاً سأفعل